سرقه بعد أن نومه مغناطيسيا دون أن يشعر بشيء للصن في بغداد يسرق ساعة سعرها أكثر من خمسين ألف دولار من أحد أصحاب محل المجوهرات والساعات بالمنصور طريقة جديدة في الاحتيال والسريقة تعرض لها أحمد سيارة بورش بيضة وصارت قبال المحل طاني أول يوم عربون ثاني يوم ما أجه ثالث يوم أجه بباب المحل أيضا قال أنا ما أقدر أنزل وهذا وأني معمي لك لطفا منك أن تطلع لي ومن سلم علي أنا شون الدخيتي شون يعني ظلت منتبه بس على الفلوس أو ما أعرف يعني صارفت شيء معين أنا يعني أعتقد تنوين مغناطيسي فهذا الرجل أثناء ما داعي حسب لي فلوس أنا هو استبدل الساعة قال أنا راح أطلع لي قدام أطبق هذه الساعة الجمهة وهذه الفلوس 700 ألف دينار خليها يومك على ما أطبق وأجه سعرها 51 ألف دولار ونص بعد الحادثة أقدم أحمد على رفع دعوة قضائية لكن القضية تحتاج لتدخل السلطات بشكل فاعل أكثر قبل هروب السارق وهذا ما جعل المسروق يناشد قدم الدعوة على مركز شرطة المنصور صعدت قاضي اليوم وقلت للقاضي إحنا نريد اتصالات وريد كاميرات وريد كل هذه التفاصيل يعني وهذا ما طالب من غير حقنا فوافقوا لي وإن شاء الله خير تعددت الطرق في عمليات السريقة التي يتعرض لها محال المجوهرات في بغداد عمليات تتزايد ومعها يزدد خوف أصحاب تلك المحال بانتظار وضع حل من الجهات المعنية لحمايتهم قبل تعرض البقية منهم لذات العمليات من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر